دراتي مشاهدين الكرام هنسيب حضراتكم مع دينا ومجاز التساعة فضالية دين شكرا لك هدير التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر التواصل دائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في إطار العلاقات الثنائية راصخة بين مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة لسانتر ريتشارد شالبي وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر مثامنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين كما أكدوا أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال تفقده المتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعماله ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة وخلال الجولة التفقدية أشار مدبولي إلى أن التطوير الذي تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يسهم في استكمال منظومة سياحية وحضارية مميزة تحقق للزوار تجربة فريدة أعلنت وزارة الدفاع الروسي أنها طهرت منطقة مريبول الحضرية بالكامل من القوات الأوكرانية وأشارت الوزارة أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من المقاتلين الأوكرانيين في مصنع أزفستال الصلبة الذي تشهد اشتباكات متكررة وأوضحت أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من الأربعة ألاف فرد حتى الآن في المدينة الساحلية المحاصرة فضلا عن 1464 جنديا أوكرانيا أعلنوا استسلامهم قال الرئيس الأوكراني فلادامير زلنيسكي إن الوضع في مدينة مريبول الساحلية المحاصرة ما زال عصيبا للغاية وإن كيف على التواصل اليومي مع المدافعين عن المدينة واتهم زلنيسكي خلال كلمة له عبر الفيديو اتهم روسيا بمحاولة القضاء على سكان المدينة لكنه لم يتطرق خلال كلمته إلى أعلان موسكو بأن قواتها طهرت كل المناطق السكنية في مريبول من القوات الأوكرانية شهد رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد وذكرت وكاية الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن النوع الجديد من نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة يحمل أهمية كبيرة في تعزيز قوة نيران وحدات المدفعية بعيدة المدى بشكل كبير كما يقوم بتعديل الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعادية في ألمانيا تسجيل 39.784 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفى إجمال إصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 23.416.663 حالة وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات إلى 132.942 حالة ورياضيا فاز الأهلي على ضيفه رجاء المغربي بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور الربع النهائي لدور أبطال إفريقيا سجل هدفي الأهلي عن كل من عمر السلية من ركلة جزاء وحسين الشحات بينما أحرز محمد ريدا هدف الرجاء وشهد اللقاء ضعت لعب الأهلي عمر السلية لركلة جزاء في الدقيقة الحادية والستين ومن المقرر أن يقام لقاء العوداء الجمعة المقبلة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي دور الأبطال ختاموا مجازات تاسعة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر